يبدو أن الزحمة المرورية وصلت حتى إلى الفضاء والأمم المتحدة تبحث تبني قواعد ساير لحلها فكثافة النشاط الفضائي في مدار الأرض المنخفى في التزداد كما يزداد عدد الأجهزة الصناعية الذي يمكن أن يبلغ قريباً عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية وأصبحت مشكلة ضبط حركة المرور الفضائي تناقش على منصات ومستويات مختلفة بغية تبني قواعد دولية موحدة للمرور الفضائي حتى أن هذه المشكلة باتت تعتبر من أولويات الأجندة الفضائية الدولية وتبحث حالياً في منظمة الأمم المتحدة وأكاديمية الفضاء الدولية والاتحاد الدولي والاتصالات الكهربائية ولجنة التنسيق الخاصة بالنفايات الفضائية وغيرها من المنصات والمنتديات